ليه دنيا الناس بتقسى كل يوم على بعضها ليه دنيا الناس بتنسى يوم رجوعها لربها ليه يضيع بيننا الأمان والأمين نفتك رخا ليه بنخدع ليه بنقرح كل نارم ينشي بكناك بحرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأقوم بتركوين السلم الأعمودي بوافطة الفاميلي أذهب إلى النيو ومنه إلى الفاميلي أضغط عليه أختار الجنريك مود ثم اوبن ثم أقوم بحفظه save ladder save طيب طيب أذهب إلى الإكستروجين ثم أكون جوانب السلم هنا أي أخفت أن تقوم بحفظه 2 فت أو 2 أنج باربا 2 أنج ربا 4 أنج ض Georg الزرار اختار اختار ثم ميرور طيب اذهب الى الافنش اذهب الى الفرونت طيب الان اذهب الى الهوم اذهب الى الرفرنس اختار اختار اغيره ان شاء الله طيب الان اذهب الى الان اختار ثم اغفر الان اذهب الى الامنشن ثم اختار اخرج من الامر اختار اختار هذا البعد اذهب الى الابل اد برامتر وسميه اج ارتفاع السلم احنا ارتفاع السلم بمقدار 8 فوت 12 انج لتغييره اذهب الى اضط عليه اختب مثلا 12 فوت اغفر اخفي اغفر هاتب الى الام ثم رفرنس بلان موديفاي اختار رفرنس بلان بسمي اساس لأقوم بالرسم على هذا الجانب أذهب إلى الهوم ست اختار البلان رفرنس بلان اساس الذي كونته ثم اختار الهيشن left open الآن ارتفع الستيب ثم انج اوكي موديفاي اختار الامنشن واحد فوت انتر اوكي front اذهب إلى الالاين طيب موديفاي اختار الستيب اذهب إلى الاري اتركي من الالاست تفعيل الالاست هذا امر جدا مهم اختار الالاستيب 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 الالاستي طيب اوكي الآن modify اختار الstep اختار هذا البعد بعد الarray ثم label واد البرامتر step number steps الان لتغيير step number من هنا استطاع نغيرها مثلا 10 step number اضغط apply اضغط 10 الارتفاع لنفض 15 foot apply 15 foot 12 step number apply اوكي اضغط الارتفاع اقوم برفعه الى المخطط الاطلي load into project modify modify 3d view اختار اختار وادل طبعا هذا البعد بالمتر هنا الارتفاع الى ثلاثة متر الى ثلاثة متر الى ثمانية step اختار كما تشاهدون قد تغير وبهذا اكون قد انهيت هذا الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة